شكوى الهلال والاهل نعم واحنا كنا انفرضنا فيها الحلقة اللي فاتت يا كريم واقول للناس خدوا بالكم في جلسة هتبقى في نهاية الاسبوع نعم ما بين الاهل والهلال مع الاتحاد الافريقي حتى انت وقالتلي ده المفروض الموضوع بقى له مثلا فترة فتك عشان يحسنوا الملفات دي نعم طبعا القرار خلال ساعات هيتم اصداره بإذن الله ان شاء الله وصدوره رسمي من الاتحاد الافريقي لكن عايز اطمنك واطمن كل الناس نعم فكرة اللعبة بدون جمهور أصبحت مش موجودة كويس فكرة العنصرية اللي كانت راحة الهلال في شكوته مش موجودة مش موجودة معارفينش يثبتوها والاتحاد الافريقي مش مقتنع أصلا بيها رغم ان الشوكة دي وصلت للاتحاد الدولي نعم والاتحاد الدولي طلب التحقيق فيها عشان يعرف نتائجها فالأمر كلها لبعضه مرتبط بغرامة مالية الغرامة ممكن تكون كبيرة بس هتتوقف عند ذلك وتبقى في النهاية مشكلتها مشكلة الممر اللي عنده ورا في خلاع الملابس اه اوكي والهتافات والحاجات والليزر والحاجات دي كلها يعني الأمور اللي احنا معتدين عليها الغرامة اللي احنا بدفعها كل مرة بالزط فأنا قال لكم الكواليس قبل ما يطلع القرار الرسمي بس القرار الرسمي اللي يطلع ان شاء الله على يلا كور هتشوفوا كل التفاصيل بإذن الله الحاجة التانية اي من أطراف المربع الزهبي الأهلي سانداونز والوداد والترج الاربعة دول هيكتمعوا في حفلة هينظمة الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بنسبة كبيرة في تنزانيا في شهر سبعة اللي جاي عشان تتعمل أول قرعة لأول نسخة من دور السوبر الافريقي ده خبر خاص وحصري لكل متابعة يلا كورا جلسي دور السوبر الافريقي قرعة البطولة اتجاه بنسبة كبيرة وتم يعني اختار الاندية هتبقى في شهر سبعة في تنزانيا بحفل كبير جدا هينظموا الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان دول هما اللي هيكونوا على رأس المسابقة وهيواجهوا أحد الفرق التانية سيمبا أو بترو أتلكو الأنجولي مازيمبي أو مازيمبي أو كمان في فريق تاني بس أنا مش متذكره دلوقتي بس بنتكلم في مازيمبي وسيمبا وبترو أتلكو الأنجولي وقد يكون في فريق بس إنيمبا إنيمبا نيجيري بالزبط برافة كريمة إنيمبا نيجيري هيواجهوا الأربعة الكبار الأهلي الترجس عن داونز الوداد هتبقى النظام النوك أوت دوري التمانية زهاب إياب تكسب تلعب سيمي فاينال تكسب تلعب فاينال بنتكلم كله زهاب إياب كله زهاب إياب ست ماتشاط للأهلي لو وصل فاينال بستة مليون دولار بستة مليون دولار من إمتى لإمتى؟ من نص عشرة لنص احداشر يابا لاش شهر واحد شهر واحد بس طبعا إن محمد يعني معالي جدا جدا في الأخبار الحصرية النهاردة في الحلقة بس أنا حايب أعلي لعليك بقى أعلي أعلي لعليك زياد الأربعة أسماء اللي محمد قال عليهم دول النادي الأهلي ترجي التونسي الوداد المغربي سانداونز بطل جنوب أفريقيا الرباعي ده هيكون هو أول رباعي ممثل للقارة الأفريقية في مونديال الاندية بشكله الجديد في عام عشرين خمسة وعشرين كل تأكيد خلاص الأهلي والوداد ضمنوا صحيح الأهلي والوداد ضمنوا طبعا جودهم خلاص كأبطال لنسختين عشرين واحد وعشرين وعشرين اتنين وعشرين أنا بقولكو هو الترجي وسانداونز إذا يعني ما خادوش اللقابين ده واللي جاي ده واللي جاي هيتم اختيارهم بناء على التصنيف لأن هم أصلا بوعات جدا 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 عن عن الزمالك ورجاعهم كل بعيد 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 لا وفكرة إن الزمالك ورجاعي لعبوا دورة أفريقيا السنة الجاية هيبقى صعبة نتيجة الترتبهم في الدورة المحلة هم مش هلحوا لعبوا السنة الجاية وبالتالي هم برا النسخة وبالتالي الأهلي ترجي ودهاد سانداونز ممثلة أفريقيا في مونديال عشرين خمسة عشرين اشتركوا في القناة